السروة السمكية السروة السمكية في مصر بتحتاج كتير ان احنا نتكلم عليها لان السروة السمكية او السمك كبروتين موجود في مصر وهو عنصر اساسي من عناصر التغذية للانسان لكن الحال اللي بيطرح حلمات الاستفاهم كتير دولة عندها بحر متوسط وعندها بحر احمر وعندنا النيل وعندنا بحيرات كتير جدا ويبقى اسعار السمك فيها عالي نسبيا بالنسبة لدول كتير حوالينا اسعار السمك فيها زهيدة جدا جدا ليه احنا وصلنا للحال ده مصادرنا في السروة السمكية بتيجي منين مشروعات الاستزراع السمكي اللي بتحصل في الفترة الاخيرة والمشروعات العظيمة والكبرى هتاخدنا الفين هل هتقلل من اسعار في السوق ايه مميزاتها و ايه اللي تديه للمواطن في الاخر انا كمواطن في الاخر انا هستفاد ايه من المزارع السمكية احنا كنا استوردنا من بره وخلاص زي ما كان بيحصل زمان نسأل اسئلة كتير جدا لكن اسمحونا نرحب بضيفنا اللي بنوارنا دكتور مجد البواب وكيل الوزارة بالهيئة العامة للثروة السمكية اهلا بحضرتك اهلا وسهلا بنوارنا جدا لا يخليه طبعا خير يا دكتور اهلا وسهلا نوارنا انا وزينا والحي احنا عايزين نقف عند فكرة مشروعات الاستذراع السمكية وعشان نعرف ليه الدولة يعني كان ده توجه ليها وبقى مشروع قوامي لازم نعرف السبب يعني موقفنا كان ايه وبالتالي فكرنا اننا نخرج برا الازمة دي بمشروعات الاستذراع السمكية اه انا هبدأ في الاول ايه هو السربة السمكية في مصر ايه مصدرها اه عشان ندي للمشاهد اه عشان يمشوا ايايا في الكلام تمام احنا عندنا اه بحيرات المنزلة البرولوس ايدكو ماريوت اللي متصل بالبحر معادة ماريوت مش متصل بالبحر عندنا النيل وفروعه من بعد بعد بحيرة السد العالي حتى الرشيد وضمياط تمام وعندنا بحيرة اكبر بحيرة صناعية في مصر اللي هي بحيرة ايه السد العالي تمام حوالي واحد واثنين من عشرة مليون فدان كل ده حلو وعندنا البحر المتوسط والبحر احمر خير بحر المتوسط حوالي اه الف الف وخمسين كيلو والبحر احمر قده تقريبا تمام كل دي مصادر كل دي مصادر وفيه محاجرات داخلية اللي هي زي بحيرة ارون مثلا كل دي اسمها مصادر السربة السمكية في مصر كل المصادر دي بتطلع قد ايه تلتمية تلاتة وسبعين الف طن تلتمية تلاتة وسبعين الف طن قال لا انتاجنا قد ايه في مصر واحد وتسعة من عشرة مليون قال لا امال الفرق ده يجيه من اين من استضراع السمكي تمام اذا استضراع السمكي بيغطي تمانين في المية من انتاج مصر وعشرين في المية كل المصادر اللي استعدتك ايه قلتها لك دي قربت لك المسابة شوية تمام دي خلت الريس يهتم قوي ازاي نرفع من انتاجية البحيرات دي فبدأ في ايه في المنزلة عشان العشرين في المية دي نسبة قليلة جنب المصادر اللي عندنا بالزبط كده بالزبط كده تمام بدأ الريس يهتم بان بحيرة ايه المنزلة من بحيرات الكبيرة كانت ايام الحملة الفرنسية سبعمائة وقمسين الف فدان تقلصت حتى الان مية خمسة وعشرين الف فدان يا يعني مع مرور الزمن قلت ما زادتش هالي بتجفف خطة الدولة كانت بتجفف وتصلح اراضي زراعية وصلت لمية خمسة وعشرين الف فدان هو عايز يوصلها لميتين وخمسين الف فدان يا ده اضعاف الاول كمان لا الاول ده اضعاف وخمسين ضعف اللي موجود ضعف اللي موجود بدأ يعمل اجراءات قوية جدا ومكلفة جدا اهم مشروع التعامل في بحيرة المنزلة ازاي يشير التلوث منها طبعا التلوث مصدره ايه مصرف بحر البقر بيطلع من القاهرة بيمشي الاسماعيلية والزقزيق بعدين الاسماعيلية لحيث ما يسوبوا فين في بحيرة ايه المنزلة بتسبب عملية تلوث كبيرة جدا وبتسبب الناس كتير امراض عمل ايه عمل محطة معالجة محطة معالجة لمية الصرف دي بحر البقر اكبر بحير اكبر محطة صرف موجودة في الشرق الاوسط فعلا هي دي هياخدوا المية دي يعملها ينقيها نقيها ويقوم معديها الى سينة عن طريق بايبس تعدي ويزرعوا بيها ايه اشجار استخدم في الزراعة وقالبا زراعة اشجار الزتون ايوة اشجار الزتون اشجار كفور اي اشجار تمام وده تصرف علمي وللأليل اوي اللي موجود في العالم بالشكل ده فدل مملوس البحيرة لأنا هنقيه واستفد منه في الزراعة في الزبط يا هيب هذا ده المشروع بتاع ايه ازاي انامي البحيرات علاو على انه ايه بدأ يعمق البحيرة ده كل دي اجراء في البحيرة واحدة اسمها بحيرة المنزلة اي بدأ يعمق البحيرة لما انت تعمق البحيرة بتزود المحتوى المائي للبحيرة طبعا فبالتالي هتزود السروة السمكية كمية السروة السمكية تمام حيطهر البغاز ايه هو البغاز ده هي نقطة اتصال البحيرة بالبحر المتوسط اسمه بغاز اما طهرها كويس المية دخلة ومية خارجة بتجدد المية الموجودة وتزود لي زريعة المخزون السمكي اللي يخش البحيرة تمام معايا ولا لا اه طبعا طيب انا بس يعني هل احنا عندنا يعني مش عارفة اقولها زي بس فقر مثلا في موضوع السروة السمكية في البحار اللي موجودة يعني مثلا دولة عربية او افريقية جنبينها اسمها موروتانيا ايه موروتانيا مثلا سعر لما عادت ادور سعر السمك فيها عامل ازاي هناك ليدوا مثلا عشرة في المية من السعر عندنا يعني لو انا عندي كيلو البوري مثلا بمية جنيه هناك بعشرة جنيه فإيه اللي يخلي التفاوت في طبعا تفاوت في السعر عشان الكميات زيادة إيه اللي يخلي الكمية هنا زيادة بهذا الشكل والكمية هنا قليلة يعني هلها دي حاجة علمية ولا دي حاجة لا هي لها أسباب وهقولها لك احنا بنستورد سمك وبنصدر سمك تمام وأي دولة في العالم بتطلع انتاج بتصدر السلع اللي سعرها عالي بتصدره تمام هنا مثلا زي الجنبري والستكروزة ونجيب الأسعار السمك المتخفضة فاكر زمان كان فيه سمك بنسميه سمك الروسي كان بتيجي باتنين تلاتة جنيه بنكوننا بناخدها من روسيا وذلك كان سمك استمك الوقتي الماكريل والهورس ماكريل ده بخمسة وثلاثين جنيه اه كان بخمسة جنيه طبعا عملية التعويم الجنيه أثرت بدون شك على ارتفاع الأسعار تمام احنا بنستورد منصدر ستة عشرين ألف طين بنستورد ربعمائة ألف طين يا ما فيش حتى نسبة عشرين في المية أو خمسة وعشرين في المية جنبري المستوى الاستهلاك المصري يحب يدلع نفسه فكان بيشوفي طلع بيستورد عشرين في المية من ده جنبري بيستورد من جنبري من بيتنام من السعودية السعودية كانت دولة مستوردة للسمك بدأت تحمل مزارع سمكية على ساحر بحر أحمر الوقت أصبحت خامس دولة في العالم بتصدر جنبري السعودية السعودية اهتمت انت تطرقت النقطة مهمة جدا ايه ارتفاع الأسعار ايه السمك ده مش عايزة تغزة اه طبعا بعلاقية طبعا العلاقية دين ايه فول سوية دورة صفرة مكونات العليقة كلها مستوردة من الخارج طبعا ده في المزارع السمكية اه والدواجد اه والأبقار لمعاخزة بل كل دي بتعتمد على على مستوردة من الخارج يبقى ارتفاع أسعار الأعلاف ايوة مفيش فيش سبب غير كده ارتفاع ولذلك انا انا بنادي وبقول المشروع مليون ونص فدان بتوع الرايس اللي عملهم دول اخذ منهم 200 ألف فدان بس للعلف ايوة ازرع ايه مكونات العلف سواء العلف للسمك او العلف الحيواني ايوة اجيب ازرع فل سوية ودرة صفرة لو زرعت الـ 200 ألف دولار هيقللي حجم الاستيراد من الخارج امام وفر دولار وفر دولار اي انا بنادي بالموضوع ده ويمكن انا قلته في كذا حالقة بس انا بنادي بقول يخصص 200 ألف فدان دول لإنتاج الأعلاف لما الأعلاف تنتج في مصر هنخفض الأسعار في الناس يمكن ما كانتش مش هقول انها تسمع بس بالحجم اللي احنا بنتكلم بي عن مشاط الاستزراع السمكي مش زي الفترة الأخيرة مش زي آخر خمس أو ست سنوات وإحنا بنتكلم عن فكرة الاستزراع السمكي حكا تكلمت عن فجوة ما بين الاستراض ومن التصدير وارتفاع الأسعار ولكن المصري ممكن هو ده اللي محقق وإحنا عندنا نقطة كده يعني يمكن العالم كل يحط حواليها دايرة ناس عندهم كل المنافس دي اللي تخلي عندهم مش انتاج دا يصدروا وعندهم فجوة زي دي كانت علامات استفهام كبيرة ايه الفرق بقى بين اللي كان موجود هالمشروعات الاستزراع السمكي كانت موجودة ازاي قبل كده وفي آخر كم سنة التفرة اللي حصلت فيها طيب حتى قبل ما خش في الاستزراع دي متوسط نصيب الفرد في مصر ايه تسعة عشر ونص كيلو جرام في السنة على حسب التعداد السكان في مصر مت مليون احنا الوقت المتوسط الانتاج المحلي بيغطي تسعة عشر كيلو ونص للفرد في السنة حاليا حاليا اقوم انا بيستورد عشان ارفع من عشرين من من تسعة عشر ونص الى تلاتة وعشرين فبستورد الربعمائة الف دول اللي بيغطولي ايه بيغطولي حجم الاستهلاك بتاع مصر ارجع للنقطة اللي استاذها هيبها اللي بتقولها حجم المزارع السماكية الموجودة دي الحقيقة جهاز جهاز الخدمة الوطنية اتبع قوات مسلحة لما بدأ في الاستذراع السماكية راح بركت غليون اه طبعا اخذ اربعة تلاف فدان وعمل هناك مدينة اسمها مدينة سماكية تمام فيها تصنيع مفرخ تمام مصنع علب مصنع فوم مصنع تشفية تمام الاستهلاك المحل المستهلاك المحل تمام جهاز خدمة الوطنية عمل ايه برضو شوفت زي مدينة بركت غليون راح ليه شرق التفريع وتلاقى هناك ستاشر الف فدان اللي هو افتتحها الرئيس اخيرا نحب بورسعيد كده ايوه الفيروز ايوه الفيروز بدأ يعمل فيها ايه استذراع سماكي عمل كام خمس تلاف وتشعمائة حوض احنا على الشاشة هي معينها ايوه اهي ادي طبعا دي 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 طفرة كبيرة ليه انتاج ايه اسماك بحرية ايه هي اسماك البحرية دينيس اروس لوت حنشان عقلة بورية دول اسماك بحرية طب الشعب المصر عايز ايه الشعب المصر بيستهلك ستين في المية من استهلاكه البلطي عشان سعره عشان سعره يعني احنا برضو نقول الحاجة اللي في متناوحهاك بتقول انواع اسماك فيه ناس بتوفق قدام المكالة تشتري منه بتبعد عن الحاجات دي غلية مانا يا دكتور انا بس عايز اقول له حركة حاجة وحركة اكيد عارفها اكتر مننا يعني بس دايما السمك كانت اكلت الغالبان بالظبط كده مفيش اكل في البيت والدنيا والحالة اخر الشهر مزنقة ينزل يجيب اكلت سمك اه ينزل يجيب اكلت سمك ستة عدى على السوق راجل اللي كان بيعدي بالقفة ده معانيا اتنين تلاتة كيلو بولتي طب هاته ومش عارف ايه واتراضي ويمشي النهاردة لأ النهاردة لما بنقول هنأكل سمك لا ده انتم حوشين بقى ده انتم لسه قبضين ايه فازاي هل المشروعات دي كلها تقدر تخفض فعلا ان سعر وتتحول ويتحول اكلة السمك لأكلة عادية للناس كلها انا قلتلك المعلومة الاخيرة ديا ايه ان 65% من استهلاك مصر البولتي تمام اذا عشان انا اوفر وجبة بسيطة ورخيصة اطلع ايه بولتي بولتي ايه لكن انا الوقتي عام المزرعة دي 16 الف فدان عشان تطلع اسماك بحرية اسماك بحرية مكلفة طبعا بالزبط بتاكل عدف عالي برضو هنرجع لحكاية العلف كل المكونات العلف الموجودة اسماك بحرية او اسماك مياه حلوة كلها ايه مستوردة ومكلفة وغالية ومرتفعة للتكاليف فالدانيس ممكن يتكلف 70-80 جنيه كيلو طبعا ده علف لما تيجي تبيعه على أقل ما فيها بمية او مية وعشرة بحضتاني ده دباشة دباشة جنبالي ودي بالنسبة للمشارة المستهلك المصري الفقير زي انت بتقول عليه ايه غالي صحيح لكن انا جزء منه ممكن يصدر للخارج بس الدول ايه الدول الافريقية الدول الاوروبية كده بعدين الدخول في مجال استزراع سمكي البحري احنا متأخرين فيه كل الدول بحر حوض البحر المتقسط دخلين في استزراع البحري ده كتير انا عايز دكتور زي ما حراك بتتكلم بنفس وحضرتك عارف احتياج السوق ايه والخمسة وستين في المية بولتي يعني على الال يتوفر نوع او اتنين تبقى بأسعار زهيدة أسعار رخيصة مش عايز اقول أسعار متقسط تبقى أسعار رخيصة زي مثلا البولتي والبوري دول يمكن اكتر اتنين بيتم استلقى واللي عايز يأكل اكل بحري وعايز يأكل الدنيس اللي اصلا الدنيس بيأكل الجنباري والقصة يبقى يدفع زي ما هو عايز أيوة يعني المشروع ده تحديدا احنا بنتكلم احنا بنعمل مشروعات لستزراع السمكي لصد الاستهلاك المحلي يعني كده تكمل الكلام استحق ولا انا بعمل عشان انواع معينة من الاسماك واصدر يعني انا هنا انا محتاجي لاتنين بس هبتدي منين مش صد الاستهلاك المحلي برضو فيه نقطة مهمة لازم نقولها حكاية الجنباري اللي انا قلته لك يمكننا عشرين او اتنين وعشرين او خمسة وعشرين في المية من استرادنا جنباري قلت قلت ليه عشان بركة غليون بطلع جنباري فيه ربعمية وخمسين فدان جنوب برصعيد بطلع جنباري اللي انت شفتوه مع الرايس بيشوفها ده ده جنباري ومستزرع برضو اذا اما طلع جنباري بتنزل ايه الاسعار على الاستراد من الخارج ايه وده كويس جدا تمام لكن الدنيس والقروس وده الاسعار ما تقلش ابدا عن مجنيه تكلفته عالية ولو اسرة فيها كام فرد لو هفكر انه هجيبه نوع السمن بس انا مش عايز يعني انا بالنسبالي انا مش عايز يعني ما يهمنيش ان الدنيس عايز بلطي زي ما انا عايز انا عايز اللي معظمنا متفقين عليه ان هو رخيص يبقى اكلة الغلبان البلطي ويجي بعده البوري ايوه دول الترتيب بتاعه لكن الدنيس لو بدل تمانين بقى بمية وتلاتين ماشي اللي معايا يشتري ومش هينسب لكل القطاع قد ايه نسبه حتى لو بتمانين يعني هو برضو المشروعات المعمولة لجزء منها للتصدير في الخارج تمام ولما بتصدر بسالة عاديا بتصدرها غالية وبعدين احنا ممكن نستورد اسماك اسماك سالة قريب زي الماكريل ده الماكريل بخمسة وتلاتين جنيه اللي احنا كنا بنشتريه زمان بثنين تلاتة جنيه ايوه بس الوقت بخمسة وتلاتين جنيه ايوه يعني فيه فيه اختلال وبعدين عايز اقولك حاجة كفر الشيخ مثلا اكبر بلد منتجة لأسماك في مصر ايوه عاملة بورصة ايوه البلطي نمرة واحد بعشرين بثنين وعشرين بثلاتة وعشرين ايوه شوفوا هنا بوصلت كم في مصر لا بس هو رخيص اليومين دول ايوه بربع ليه للامانة برضو ليه يعني اسعار السمك اليومين دول الى حد بما رخيص بزبوط ليه مش رخيص يعني لو جينا قبل التعويم كان بخمستاشر دلوقتي بثنين بس تمشي ده كان اوقات بيعدل بلط ده اربعين فلما بثنين وعشرين وثلاثة وعشرين اقولك ايوه ساذة حق انت الوقتي بتقول كلام انا هبيعي الكلام لمين اذا كنت انت بتقولي الكلام صح فعلا لا العفو كان زمان بثلاثتاشر وعبعتاشر وخمعتاشر بلطي اي الوقتي بكام باربعين باثنين واربعين بخمسة وثلاثين بس فيه فيه اسعار حلوة دلوقتي باثنين وعشرين وبعشرين من غد خمسة وعشرين اي حد راح يشتري انا هرجع مرة تانية اقول كل بيت فيه كم فرد وهيحتاج يشتري قد ايه عشان ياكل واجبة واحدة بس مرة لو هو بعشرين باثنين وعشرين وهضربه في عدد اللي عندي في البيت بقى انا دفعت كم في واجبة وهقارن ده باني رايح اشتري لحمة او اشتري فراخ او اشتري يعني احنا قلنا السمك مفروض يكون الارخص فده احنا اللي بنسأل حضرتك عليه او اللي احنا بنتمنى ان زي ما مشروعات الاستزراع السمك هتخدم التصدير واللي في الاخر هيكون المرجعية على انخفاض الاسعار المفروض ده ان الاستهلاك المحلي يتوفر للمواطن بابسط السعر اللي يقدر يبقى في متناول يعني نرجع نغرى السوق بده بصي ساعتك انت قلت الكلمة ان الاسعار في زيادة المعروض من السمك البلطي بقى كتير وذلك نزلت بقى كتير اه تعرف نزلت ليه لأسباب تانية اه ايه هي بقى الجو البرد ده اه البلطي اللي هو مدى حراري اه مايقلش تسعة عن تسعة درجة مقوية اه لو نزلت درجة الحرارة عن تسعة درجة مقوية بيموت اه البوري لأ التبارة لأ اه اه فهو بيخايف المنتج بيكفر الشيخ او في بحيرة خايف ان السمك الدرجة حرارة تنزل يموت للسمك يموت السمك في اليحوط فبيحاول ايه يطلع طب سؤال فني بقى لحضرتك بعيدا عن فكرة الأسعار اول حاجة طبعا معظم المشاهدين اللي بيشوفونا مايعرفوش الفرق بين الطبار والبوري مايعرفوش لازم يكون حد يعني عارف ومتمرز يعني لكن ايه اللي خل يعني اوقات كده لما بنروح نجيب يقولك ده سمك مزارع فانا بيتربى جواي فكرة ان طعمه مش حلو زي السمك العادي زي السمك يعني سمكة البوري اللي طالعة من النيل دي بقى طعمها أحلى من سمك المزارع ايه اللي بيخلي الطعم يختلف انت لما توقف على فرش فيه سمك اه ثق تماما بان كل البلط الموجود تسعين في المية مزارع مزارع ايه وما تقولش ان هو فيه طعم مختلف ام الايه بقى ابدا اما تروح اصوان مثلا تاكل سمك هناك من من النيل ايه طعمه احلى من طعم ايه المزارع لكن مش اقل جودة مش قزة جودة الاثنين واحد اه هتبقى لك لكن سمك المزارع ده بيأكل علف بيأكل علف مكلف فبيه بديله علف متزن عليقة متزنة فيها نسبة بلطين كذا ونسبة دون كذا ونزلك فيه بعض السمك او انت بتنظف السمك البلطي تجد ان فيه عرق دي صحيح وفيه سمك تاني مفيش فيه ده معايا فده بيختلف على حسب العلف ده ده معناها كلام حضرتك اللي هو عكس قناعتنا احنا وإحنا بمشترين لو نروح عند السمك المزارع اللي فاكرينه اقل لا ده هو اللي بيبقى متكلف ايوة صحيح كده طيب الوقت اللي انه بيجري مع حضرتك وانا نفسي برضو كل اللي بتفرج علينا ونفسه يشارك او يعمل مشروع في الاستزراع السمكي بسيط حتى لو في البيت ياخد معلومة واستفيد من حد مفيش مفيش الكلام اللي انت سمعتين في برايد او في الفيس بتعفو السطوح ده ده كلام فارغ ده مش مظبوط ده كلام فارغ اقولك ليه السمك ده عايز مي المي هتيجي منيه من حنافية فيها نسبة كلور هتموت السمك صح بعدين كل ده عملية تسويقية بيتحكوا عالناس ماينفعش ماينفعش أنا أربي سمك في على السطوح لا ماينفعش ده غلط وده علميا غلط وفنيا غلط لكن ليه قسف تانية لو حد من الشباب عاوز يعمل مشروع يختار مكان معين بمصفات معينة ويعمل مشروع ده ولا صعب ده لا مصعب دكتور القيمة الغذائية للسمك يعني البوري والبولتي فيهم قيمة غذائية زي الأسماك الغالية ولا ولا لأ يعني إذا كانت متربية على العلف فهي القيمة الغذائية واحد يعني أبو عشرين جنيه بقى زي أبو مئة وعشرين بس الواحد يبقى أقولي البوري له نكهة تانية عن البولتي يعني البوري بستين جنيه الوقت البولتي يعني بخمسة وطردين جنيه بالشاوي بتاعه آه بالشاوي آه والبولتي والبوري بستين جنيه فاللي معاه فلوس دي ما قالت الأستاذ هبة بيشتري المزاج أو أنت لو قلت يعني حرك بتقول فرق طعمة مش فرق أنا بتكلم على القيمة الغذائية لا قيمة الغذائية واحدة بترامة واخد بمتربي على العلف آه بترامة واخد قيمة الغذائية واحدة طبعا طبعا قولوا اسألوا أنا جاي مستعد لا إحنا الوقت الأسئلة بتاعتكم قولوا أي حاجة طيب إحنا بس يعني سريعا كده عايزين نتطمن أنه ممكن ننتظر بعد قد يعني أن الفجوة اللي احنا عمليين نتكلم عنها دي نحس أنها بدأت تتملي بدأت تتعالج تأثير بقى الحاجات الحلوة والمشاريع دي نسمع مشروع هنا ومشروع هنا ننتظر الصدى والثمر ده اللي يرجع برضو المواطن البسيط اللي حساه أنا بالنسبة لي ده أهم حد لازم يحس بعد قد إيه أكيد أنت بتهتمي بيه المستهلك البسيطي زي حالتنا أو الطبقة المتوسطة ده اللي يهمنا اللي عايزة اتنين كيلو يدوبك بخمسين جنيه أكل هاي وشوية رز جنبهم كده والكامير غيف عيش والدنيا تتقضى وتبزى الفل طيب أنا بتهيق لي قدامنا على الأقل من خمسة ست سنين كتير قوي لا مش كتير في عمر المزارج وعايز الدولة تهتم بالدخول فيه إنتاج الأسماك الميا الحلو عشان أطلع إيه البولتي طيب والبوري وبردو يتربى في المياه الحلو دكتور حرق استفادنا جداً وكان في سنة الموضوع يطول أكتر من كده أشكرك جداً دكتور مجد البواب وكيل الوزارة بالهيئة العامة للثروة السماكية سابقين نورتنا جداً أهلا وسهلاً شكراً لك حضرتك معنا وصباح الخير عليك مرة تاني أشكرك جداً يا دكتور أشكر حضرتكو كمان جداً على حسن مطبعاتكو لنا في حلقة النهاردة يارب فقرات الحلقة النهاردة تكون مفيدة ونتقابل معاكم وإن شاء الله في حلقة جديدة من صباح النور وإلى اللقاء موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة